اشتركوا في القناة بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن سقر النعيمي رئيس هيئة الاركان وذلك بمشاركة تسعة وثمانين لاعبا على ملعب نادي البحرين للغولف الحنينية وخلال الحفل تفضل سعادة الفريق الركن ذياب بن سقر النعيمي رئيس هيئة الاركان نائب رئيس نادي البحرين للغولف بإلقاء كلمة بهذه المناسبة شكر فيها صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على دعمه اللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام وللعبة الغولف بشكل خاص وعلى حرصه الشخصي على إقامة البطولة سنويا التي تعد من أهم وأكبر البطولات المحلية وأقدمها التي يعود تاريخها إلى أكثر من أربعة وأربعين عاما بعدها تفضل معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بتوزيع الجوائز التقديرية على اللاعبين الفائزين في البطولة وتكريم المساهمين في تنظيمها كما ألقى معالي وزير النفط كلمة نقل من خلالها تحيات صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وتمنياته لهم بالتوفيق ومباركته للفائزين كما هنأ معالي وزير النفط اللاعبين الفائزين في البطولة على المستوى المتميز الذي ظهروا به خلال مشاركتهم وأعرب عن شكره للقائمين على البطولة لحسن التنظيم الذي ظهرت عليه البطولة